انهاء لمفردة المتنازع عليها يبحث قاتلو المناطق التي تمثل وجهة اختلاف وخلاف بين حكومتي المركز والاقليم عن الوقت الذي يحل نزاعه باستقرار ملبوس على الارض والذي طال انتظاره منذ زمن طويل ولم تجد نفعا حوارات سنين الماضية او واجهت عراقي لعد لم تمتزج فيها الاهواء السياسية والمطالب بين الطرفين ومن سنجار الى طاولة اربيل وبغداد تلك التي جمعت وفود حكومة السوداني قبل التشكيل والحزب الديمقراطي الكردستاني في لقاءات وحراكات كان الصمت الاعلامي في هثمة الرئيسية لم تكشف عن تفاصيل مجرياتها الا بما يتعلق بتشكيل الحكومة لكن وعلى ما يبدو وفق مقربين من الحزب الديمقراطي انها شملت اتفاقات على ان تكون المناطق المتنازع عليها وورقة النفط العالقة بين المركز والاقليم محوران رئيسيان في فضل الخلافات والتي جرى الحديث عنها بعداد التوقيت الزمني الذي كشفت فيه مصادر عن حل للخلاف النفطي خلال ستة اشهر وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة عبر تشراع قانون النفط والغاز وتظيم العلاقة بين المركز والاقليم حول هذا الملف وسط الترجيح لعودة مشروع قانون النفط والغاز الذي كان مطروحا منذ العام 2007 حديث آخر فتحت فيه ملفات الجانب المالي بتثبيت حصة اقليم في الموازنة والابتعاد عن المبالغ خارج القانون تعاد قضية العلاقة بين قطبي العملية السياسية بين بغداد واربيل في ظل حديث الاوساط السياسية حول زيارة وفد كردي لبغداد لمناقشة خلافات العالقة وما جاء في المنهج الوزاري بتساول حول طبيعة الزيارة وطبيعة نقاش لمنهج الوزاري لحكومة بغداد يقول مراقبون ان تطبيق فقراته بحاجة الى ارادة سياسية اكثر من شعارات